رسمية والتحاد الكرة يوجه الدعوة لنادي بيرامدز للمشاركة أمام النادي الأهلي بصفته وصيف الدوري المصري وصيف نادي الزمالك عن الموسم الماضي والبيرامدز يسافر غدا الأربعاء إن شاء الله عشان يواجه النادي الأهلي في السوبر يوم الجمعة من الحاجات طريفة في الموضوع إنه الخناعة اللي احنا عايشينها دي أو أو المناوشات اللي احنا عايشينها دي عن كاس سوبر عن الموسم الماضي اللي احنا دلوقتي في شهر خمسة بنلعب كاس السوبر عن الموسم الماضي وبطل الدوري عن الموسم الماضي مش موجود في كاس السوبر عن الموسم الماضي ومكانه وصيف الدوري عن الموسم الماضي اللي هو هو وصيف الكاس عن الموسم الماضي وتقعد تحس إنك في حالة مش منطقية من كل شيء من كل شيء والغريب في ده انك تلاقي اصابع الاتهام عمالة توزع هي يقولك ايه ازا مالك بش عارف ايه الحق الاهلي عمل ايه بص اتحاد الكورة عمل ايه طب بص لجنة الانضباط عمل ايه طب بص الاعلامي عمل ايه طب بص كريم وحسن ومحمون عمل ايه هجماعة واصلا كله عبس اساسا يعني يعني احنا نتناقب نتناقش ونتجادل في حاجات اصلا مش منطقية عشان كده من الاخر يعني اللي بيحب بلده بجد اللي خايف على بلده والرياضة في بلده وكرة القدم في بلده ياخد الدرس ولو مرة انا عارف انه الكلام مكرر يا جماعة ناخد الدرس ماهو الخطأ اللي احنا فيه دوت او الجدى اللي احنا فيه ده بقاله خمسين سنة ممنتعلمش لعل وعسى لعل وعسى نتعلم نبقى فيه لوائح واضحة فيه قوانين واضحة فيه حاجات ثابتة يعني مثلا في قصة كهربا دي كهربا اصلا الموقف بتاعه من شهر يناير من شهر يناير لما راح لجمهور النادي الاهلي وحصل اللي حصل من شهر يناير احنا في شهر خمسة ونتحدث عن عقوبة هل هتنفذ ولا مش هتنفذ هل عقوبة صحيحة ولا مش صحيحة في شهر خمسة تبتخل لو في شهر يناير راجل اخطأ فاخده عقوبته فاخلصنا فالحدوتة انتهت وما كانش فيها حكاية هتنفذنا جماعة معلش بعد اذنكم لو جاهزة معنا التسلسل اللي حصل في حكاية كهربا دي تحديدا عشان فاهمكم احنا بدأنا منين وصلنا لحد فين وتهنى ازاي تهنى كلنا تهنى وبدأ كل واحد عنده مظلومية عشان من الاول ما فيش حاجة واضحة من فوق من المسؤولين عن الكورة ما فيش حاجة واضحة تعالوا بصوا تعالوا بصوا الحكاية من البداية للنهاية بداية من عند الكهرباء ونهاية عند البرامد تعالوا نشوف اولا كمة الاهلي والزمالك في الدولة المصر والتي اقومت يوم 21 يناير الماضي كانت بداية الازمة الحالية الازمة الحالية بداية 21 يناير احنا في 21 خمسة يعني تقريبا هم نتكلم يعني في 4 شهور تقريبا يعني بعد تقديم نادي الزمالك شكوى ضد محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الآلي في اتحاد الكرة وهو من دعا الاهلي للرد بتقديم شكوى هو الآخر ضد رئيس نادي الزمالك يوم 26 يناير اعلنت لجنة للنباط باتحاد الكرة والتي كانت رأسها المستشار محمد عبدالصالح استقالته من منصبها وهو ما تسبب في عدم مناقشة شكوى الناديين نظرا لفراغ لجنة للنباط من اعضائها المستقلين المستقلين يوم 12 فبراير اعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة اندباط جديدة برئاسة المستشار عزة خميس وبدأت اللجنة في التعرف على الملفات الموجودة وفي يوم 16 إبريل يعني تتكلم اللجنة شكلت يوم 12 فبراير بعدها بشهرين وشوية يوم 16 إبريل اصدرت اللجنة قرارتها في شكاوى الاهلي والزمالك وقرارت ايقاف كهرباء لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مع منع رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات لمدة شهرين رابعا النادي الاهلي استأنف على هذه الكارات من أجل وقف تنفيذ الاقوبة على كهرباء ثم تقدم بدعوة مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير رياضة ورئيس اتحاد الكرب بصفة هما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الاندباط ومخالفة بنود القانون خمسا في الأول من مايو الجاري أعلانة لجنة الاستيناف وقف النظر في الطلبات المقدمة أمامها لحين فصل القضاء الإداري في دعوة النادي الآلي ببطلان تشكيل لجنة للنباط وهما دعا الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر سالسا قام اتحاد الكرة مساء السلساء اتنين مايو بالإعلان عن اختيار نادي بيراملز المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهل بالأمارات ليكون بديل الزمالك في هذا اللقاء وانتهت الحكاية والحدوتة هنا بدأت من عند كهرباء وانتهت عند بيراملز احنا خسرنا وحقيقة بكلمك العالم العربي كله مصر كلها بتبقى مستنية مباراة الأهلو الزمالك انا بكلمك انت كمشجع بتحب الكرة ركز معايا انا لا اتحدث معك عن مشجع بيحب الزمالك فمقتنع بقرار نادي الزمالك او مختلف معايا ولا بكلمك على مشجع للنادي الاقلي شايف انه خد حقه ولا ما خدش حقه مش بكلمك على الحكاية دي خالص انا عارف انت كمشجع للنادي بتبقى نفسك اللي قدامك دوت يور رأيك او يمشي مع ناديك بس هو الموضوع اكبر من كده احنا بنحب الكرة وبس احنا بنحب الكرة وبس حبنا للكرة يخلينا نحب نشوف مواجهة دايما بين الاهل والزمالك اكبر الناديين في الوطن العربي ده ببساطة مع كل الاحترام الكامل لفريق برامز الفريق الكبير اللي ولد كبيرا وفريق عنده من النجوم اللي ما تقلش ابدا عن الاهل والزمالك وممكن تفوق احدهم كمان فده ليس تقليلا ابدا في برامز لكننا نتحدث عن الزمالك التاريخ امام النادي الاهل التاريخ المواجهة الكلاسيكية الاهم في الوطن العربي ببساطة شديدة يعني زي بالضبط كده لما تتكلم عن مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة اعتذر ببرشلونة ولعب قتلتكم مدريد هي تبقى مواجهة قوية جدا بس مش تبقى بشعبية ولا جماهرية ولا جمال مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بطبيعة الحال يعني اشتركوا في القناة